السلام عليكم وتحية طيبة لجميع مشاهدي قناة رزوق التعليمية مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنقوم خلاله بحل أنشطة صفحة 96 من كتاب النجاح في الريادية المستوى الخامس الطبعة الجديدة إذن هذه الأنشطة هي أنشطة دعم الدرسين 17 و 18 ديال تكبير وصغير الأشكال وديال ضرب وقسمة الأعداد الكسرية نبدأ بالنشاط الأول إذن نقرأ التعليمات إذن أتمهم باستعمال العدد المناسب إذن على بركة الله نحاوله ونفهمه كيف يتم حل هذا الأنواع من التماري إذن عندي بالنسبة للعملية الأولى إذن عندي 3 على 8 فحد العدد الكسري كتعطيني 3 على 4 أول حاجة نناقش واش العدد الكسري اللي عندي واضح يعني فاش غادي نضرب 8 باش تعطيني 4 فاش غادي نضرب 3 باش تعطيني 3 إذن تقريبا المسألة ما واضحاش ليبن نسبة هنا إذن كنا طريقة إذن غادي ناخذ وراقة ونحاول نفهمكم كيفاش نديروا لهاد العملية إذن عندي 3 على 8 مضروبة في عدد الكسري غادي نعطيني 3 على 4 كيفاش نلقى العدد الكسري غادي نشد 3 على 4 إذن عندي 3 على 4 ونقسمها لـ 3 على 8 إذن تساوي 3 على 4 في مقلوب العدد اللي هو 8 على 3 إذن نختازل إذا نختازل we even x 3 أتبقي عندي D8 على 4 وهي تساوي 2 إذن العدد المبحوت عنو هنايا هو 2 إذن هندي 2 نعود نجرب العملية والصحيحة او له إذن عندي 3 على 8 مضروبة في 2 الشيء غادي ن bankruptcy 2 في 3 原因 6 على 8 هذا العدد ممكن نختازله. إذا 6 على 8 هي 2 في 3. وتمانية هي 2 في 4. ممكن نختازل بـ 2 في 2 هنا. وتبقى عندي النتيجة هي 3 على 4. إذا النتيجة صحيحة والعدد المبحوث أيضا صحيح. إذا هنا عندي 2. ندوز للنشاط الثاني. إذا هنا عندي 4 على 5 هو عدد 10. في 1 العدد سأعطيني 27 على 6. إذا 4.5 سنحول العدد الكسري 9 على 2. إذا عندي 9 على 2. نضربه في 1 العدد سأعطيني 27 على 6. إذا بالنسبة لهذه واضحة. لأن عندي علاقة بين 2 و 6 وعندي علاقة بين 9 و 27. إذا فاش غد نضرب 7. باش تعطيني 27. إذا فاش غد نضرب 9. باش تعطيني 27. باش نضربها في 3. وإثنان فاش غد نضربها في 6. باش تعطيني 6. باش نضربها أيضا في 3. إذا العدد المبحوث عنه هو 3 على 3 وهو 1. إذا هنا 1. نضوز العملية الموالية. إذا عندي 1 على 2. نضربه في عدد كسري. سألقى 0.5. 0.5 هي 1 على 2. إذا عندي 1 على 2. نضربه في عدد كسري. تساوي 1 على 2. إذا نضربه في 1. إذا هنا أيضا عندي 1. 1. العملية الموالية. عندي 5 مضربة في عدد كسري. تساوي 3 على 5. بالنسبة للهديوات. وسهلة. لأن أصلا غدي كون عندي المقام هو 1. لأن أيضا عندي 1 الواحد هنا. وفاش غد نضرب 5. باش تعطيني 30. إذا 5 في 6. إذا 6 على 1. إذا 6. إذا عفوا. فاش غد نضرب العدد 1. باش نحصل على 5. إذا غد نضربه في 5. في 5. وفاش غد نضرب العدد 5. باش نحصل على 30. إذا في 6. نضوز العملية الموالية. إذا العملية الموالية. كالتالي. إذا عندي 3 على 7. مضربة في عدد. غد تطيني 5 على 3. إذا هنا ما واضحاش عندي العلاقة. غد نقول فاش غد نضرب 7. باش تطيني 3. باش تطيني 5. إذا ما واضحاش هذه العملية. حاولنا ندير لها الطريقة السهلة. إذا عندي 3 على 7. مضربة في 1 العدد. تساوي 5 على 3. إذا العدد اللي تنقلب عليه. هو 5 على 3. مضربة في مقلوب هذا العدد. لأننا نغد نضرب قسمها. وغير يولي عندي المقلوب دي العدد. اللي هو 7 على 3. إذا 5 في 7 على تطيني 35. و 3 في 3 على تطيني 9. إذا العدد المبحوث عن هنا هو 35 على 9. العملية الأخيرة. إذا عندي 2 فعدد. تعطيني 10 على 20. إذا فاش غد نضرب 2 باش تعطيني 10. غد نضربها في 5. هنا عندي 1. فاش غد نضرب 1 باش تعطيني 20 في 20. ممكن نكتبوه على شكله المختزل. لأننا أصلاً 5 على 20. تساوي 5 في 1 على 5 في 4. إذا ممكن نختزل ب5 وتبقى لي 1 على 4. أيضاً لذا هنا 1 على 4. قد تبقى النتيجة صحيحة. ندزل التمرين الموالي. إذا أتميم باستعمال أحد الرمزين. إذا القسمة أو الضرب. إذا القسمة أو الضرب. إذا عندي العملية الأولى. بنت نعرف عندي واش قسمة هنا ولا ضرب. نحاول نجربهم بجول. شوفوا شنو غد يعطيني. نبدأ بالعملية ديال. نجرب عندي هذا الضرب هنا. نفترض عندي الضرب هنا في هذه العملية. إذن ندير الضرب. نقوم بإثنان على ثلاثة في خمسة على أربعة. إذن إثنان في خمسة عشرة. وثلاثة في أربعة. إثنان عشر. أعطيني. إذا ملقيش العدد اللي تنقلب عليه. ولكن ردهم على البعض. إلا قسمت بسطوة مقام العدد على إثنان. إذن هنا إثنان. وهنا أيضا على إثنان. إذن عشرة قسمة إثنان غد يعطيني خمسة. وإثنان عشرة قسمة إثنان غد يعطيني ستة. إذن فعلا هو العدد اللي تنقلب عليه. إذن هنا عندي. عملية ديال الضرب. اللي تحت منها. عندي أربعة على ثلاثة. فراء. أربعة على ثلاثة. غير يعطيني واحد. إذن هنا باين قسمة. إذن عدد قسمة نفسي. دائما غد نحصل على واحد. إذن أربعة على ثلاثة. قسمة أربعة على ثلاثة. إذا درنا الضرب. غير تعطيني ستة عشر على تسعة. ماشي هو العدد اللي تنقلب عليه. ندوز. العمليات الموالية. أو العمليات الموالية. عندي. خمسة على أربعة. إثنان على ثلاثة. خمسة عشر على ثمانى أجلب에서. نرى الضرب. مش انها شو غير يعطيني. لقد نقوم في إثنان على ثلاثة. إذا خمسة في إثنان. ألت عطيني. عشرة. و أربعة في ثلاثة. شو غيرت عطيني. أثنى عشر ولو نضغط العديد No3 5 على 6 إذا والعديد Slowly هناك قسمة نتأكد من هذا إذا لديك القسمة 5 على 4 كسمة 2 على 3 إذا تساوي 5 على 4 في مقلوب العدد 3 على 2 إذن 5 في 3 غطيطني 15 و 4 في 2 أعطيطني 8 و 15 على 8. وفعلا هذا هو العدد الذي تنقلب عليه. ندوز العملية الموالية. الأخيرة بالنسبة للسؤال 2. إذن عندي 3 على 8. أعطيني فارا 5 على 6. نجرب الضرب. إذن ندير 3 على 8. أعطيني 3 على 5 و 15. وعندي 6 في 8. 8 و 4. سيقول لك شي واحدة ودي ما حصلناش على العدد الذي تنقلب عليه هنا. يقول لك ما حصلناش على العدد الذي تنقلب عليه هنا. نحاول نختاز له هذا الشيء. إذن سنقسم البسط والمقام على 3. إذن عندي 15 قسمة 3 غط عطيني 5. وعندي 18 قسمة 3 غط عطيني 6. وفعلا هذا هو العدد الذي تنقلب عليه. إذن هنا سيكون عندي الضرب. إذن هذا الشيء الذي كان بالنسبة للتمرين 2. نمشيه للتمرين 4. عفوان 3 قبل منه. إذن عندي أتمم العدد باستعمال العدد المناسب. إذن أتمم باستعمال العدد المناسب. إذن بالنسبة للعملية الأولى. عندي خمسة قسمة عدد. ستعطيني 11 على 6. إذن مطلوب مني هنا. نقلب على العدد. ما هو العدد الذي خمسة كان قسمها على نفس العدد؟ على العدد. ستعطيني 11 على 6. إذن هنا سنستخدم الطريقة التالية. إذن سنشد العدد. ونضربه في مقلوب العدد الذي خرجناه هنا. إذن 6 على 11. إذن خمسة في ستة 30. وواحد في 11 هي 11. إذن هذا هو العدد الذي تنقلب عليه. 30 على 11. 30 على 11. 30 على 10. نشوف واش عندي. هذا الشي صحيح. ندير 5. قسمة 30 على 11. إذن سنحتافظ بالعدد الأول. ونضربه في مقلوب العدد الثاني. 11 على 30. إذن ستعطيني 55 على 30. ما هي هو العدد الذي عندي؟ نختاز له. إذن 55 نفككها. إذن ستعطيني 11 في خمسة. ثلاثون هي خمسة في ستة. نختازل بخمسة. ستبقى عندي 11 على ستة. وهو العدد الممحوط. إذن 11 على ستة. إذن هو هذا اللي خرج لي. بنفس الطريقة ندوز للعملية الموالية. عندي 2 على 5. قسمة 1 العدد ستعطيني 7 على 4. 2 على 5. اللي بترد عدد كسري هي 5 على 2. إذن عندي 5 على 2. قسمة 1 العدد ستعطيني 7 على 4. إذن نشد هذا العدد كم مدرت في الطريقة الأولى. هذا. 5 على 2. ونضربه في مقلوب العدد الثاني اللي هو 4 على 7. إذن ستعطيني 5 في 4. ستعطيني 20. و 2 في 7. ستعطيني 14. 10. ممكن نختازله هذا العدد. نقسم على 2 الفوق والتحت. إذن ستعطيني 10 على 7. إذن سواء نكتب 20 على 14. ولا 10 على 7. تكون النتيجة صحيحة. لأنه عندي هذا مختازل. نشوف هذا الشيء اللي قدرت عندي صحيح ولا لا. إذن عندي 2 على 5. هي 5 على 2. قسمة 10 على 7. تساوي. إذن عندي 5 على 2. في 7 على 10. إذن ستعطيني 35 على 20. نختازل. إذن 35 هي 5. نضربها في 7. 20 هي 2 في 10. وهي 2 في 5. نختازل بخمسة. ستبقى عندي 7 على 4. وفعلا هذا هو العدد اللي تنقلب عليه. 7 على 4. ندزل العمليات اللي بقاولية هنا. بالنسبة لهذا الثاني. إذن عندي 3 على 7. مضربة في 1 العدد. ستعطيني 3 على 28. هذه سهلة بالنسبة للضرب. إذن 3 في 1. ثلاثة. وعندي 7 في 4. ثمانية وعشرون. إذن هذه بسيطة. ندزل العمليات اللي مورها. عندي 15 على 6. قسمة 1. العدد تعطيني 5 على 4. إذن سنشد 15 على 16. ونضربها في مقلوب العدد الثاني اللي هو 4 على 5. سنحاول نكتبها بشكلها المختصر من الأول. إذن ندر واحد الكسر. نكتبها بشكل مختصر. يعني بشكل مختازل عفوا. إذن عندي 3 في 5 في 4. منيجبتها 3 في 5. فككتها 15 على 6. وهنا عندي 16. هي 4 في 4 في 5. إذن نختازل ب 4 هنا. ونختازل ب 5. فبقى عندي. في البصد بقى عندي 3. وفي المقام عندي 4. إذن العدد اللي تنقلب عليه هنا هو 3 على 4. ندوز للعملية اللي يبقى. إذن عندي 3 على 8. في عدد كسري. ستعطيني 6 على 24. أيضا هنا نحاول ألقى العدد اللي كان ضربه في 3 يعطيني 6. و8 في هذا العدد يعطيني 4 و20. إذن ندر كسر. إذن عندي 3 في 2. ستعطيني 6. وعندي 8 في 3. ثلاثة 4 و20. إذن 2 على 3. هذا هو العدد المبحوث عنه. العملية الأخيرة. إذن عندي 9 على 4. قسمة 1 العدد تعطيني 45 على 8. بنفس الطريقة. ندر كسر. إذن ندر كسر. ندر كسر. على 4 مضربه في 45. 45 هي 5 في 9. إذن 5 في 9. نختازل مباشرة. إذن نختازل ب4. نختازل ب9. إذن شغير يبقى عندي في البسط 2 وفي المقام 5 إذن العدد المبحوث عنه هو 2 على 5 وتنكتبوا لكم بشكله المقتزل إذن 2 على 5 إذن هاتشي اللي عندي بالنسبة للنشاط الأول والثاني والثالث ندوزه للنشاط الموالي إذن 4 وكبر هذه الزخرفة بمقدار مرتين على الشبابكة جانبة إذن أعطوني زخرفة هنا ومطلوب مني نكبرها بمراتين على الشبابكة إذن نجرب جميع الحالات هنا في الشبابكة ما جانيش تكبير بالنسبة لها الشبابكة ما غريد تقدنيش نأخذ شبكة أخرى ونحاول ندير التكبير ديال الشكل إذن شبكة ربيعية إذن تقلبنا هاتش المربع عندهم نفس القياس ونحاول نحدد نقط إذن هالنقطة الأولى النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إذن نبدأ بهذه النقطة نحطها في لغسها مثلا هنا يلا إذن عندي المسافة بينها جوج نقاط جوج تربيعات وهنا بنت نكبر الشكل بجوج إذن 2 في 2 أربعة إذن 1 2 3 4 النقطة الأولى عندي نجيو لهذا نحدد نقطة أيضا هنا اللي كنا في المنتصف ها هي إذن نجيو من هنا اللي هنا عندي 1 2 نضربها في 2 أربعة إذن 1 2 3 4 النقطة الأخرى هي هذه نجيو النقطة اللي في الأعلى هذه إذن بين هذه النقطتين جوج تربيعات نضربهم في 2 أربعة إذن بين هذه النقطة والنقطة اللي فوقها أربعة إذن هنا سهلا نجيو مثلا لهذه النقطة نطلاقا من هذا المركز هنا اللي هو المنتصف هنا ونحسب إذن عندي جوج ديلة تربيعات إذن فهذا التجاه يكون عندي أربعة تربيعات ها إثنان ها أربعات نفس الشيء بالنسبة لهذه النقطة اللي في أقصر يصار أيضا كتب عدلية من هذه النقطة مثلا ب أربعة إذن إثنان أربعة ونسج الشكل إذن الشكل اللي تنقلب عليها لشكل التالي ومن بعد يمكن لكم تديروا العملية ديال التلوين إذا لاحظوا هذا هو التكبير ديال الشكل بمقدار مرتين وممكن يلون هالجوانيب بالألوان اللي يعطوني هنا في الشكل ندوز التعليمات الموالية إذن خمسة وقال لكتوز التعليمات الموالية إذن هنا مطلوب مني أعطوني ربعات الأشكال A, B, C, D مطلوب مني نحدد وحدة فيهم اللي ماشيهية كبيرة بالنسبة للشكل نحاول ندرس هذه الحالات ونشوف إذن نأخذ مثلا هذا الدلع اللي في الأسفل شحل فيه من تربيعة فيه ثلاثة تربيعات وهذا اللي في الأسفل فيه ستديل تربيعة الشكل بمراتين ه broom إذن كبرت الشكل بجوج ديال المرات نقارن مثلا هذا الدلع مع هذا الدلع إذن هنا عندي مربع إذن هنا خاصة نحافظ علىما تكبير المقدار بالنسبة لجميع مني الأضلى أذن عندي مربع فيه هنا عندي جوج مربع جوج مربع جوج مربع جوج مربع شوش. إذا هذا تكبير بالنسبة للشكل الأول. إذا هذا تكبير. دزول C. إذا سي للاحظته هنا هات الشكل أنشئة على تربيعات أكبر من التربيعات الأولى. ولكن لا رضيتم معايا البال حافظوا على عدد التربيعات بل رغم من أن الطول من الأضلاع دي المربعات اللي في الشبكة الأولى ماشي هما قد المربعات اللي عندي فالشبكة الثانية. عندي هنا ثلاثة د البعض في الشبكة الصغيرة هنا عندي ثلاثة model المربع في الشبكة الصغيرة مربع في الشبكة. نفس شيء بالنسبة الباقي إذا هذا أيضًا تكبير للشكل. اه ندوز و الدي. إذا عندي مربع في الشبكة الصغيرة هنا عطوني جوج مربعات بالنسبة للشبكة الكبير. إذن بحلة درناليت كبير مراتين. نقوله درناليت كبير مراتين لأنه يكون كثير من المراتين لأنه عندي بالنسبة للقنة التربيعات أكبر منها في هذه الشبكة. إذن هنا نقوله ما ترى درناليت كبير مراتين. إذن ولكن الأرض ديتم معي البال هنا هنا كبرنا الضلع بمقدار مراتين وهنا حافظنا على مربع في هذا الضلع. إذن هاد الشكل الدي ليست كبيرا بالنسبة للشكل آ؛ إذن هذا هو الشكل الذي لا يمكنه تكون كبيرا بالنسبة للشكل آ؛ سيس أم Task إذن يتم اشتركوا في القرآن الأخير هو الذي يأخذ المبلغ المتبقي كيليلا بار دو شاكا إذن ما هو؟ ما سأخذ كل واحد منهم؟ نأخذ ورقة ندير فيها الحلم إذن نأخذ بالنسبة للبرمية عريضة إذن البرمية إذن نشد العدد المبلغ كامل ونضربه في العدد الكسري إثنان على خمسة وتعطيني تسعمائة على خمسة وتعطيني مئة وثمانونة ديرها إذن الأول شحل الخاد مئة وثمانونة ديرها ندزله دزيا يعني الإبن الثاني نفس الشيء نشد أربعة ومئة وخمسون ونضربها في العدد الكسري اللي هي واحد على ثلاثة إذن تعطيني أربعة ومئة على وخمسون على ثلاثة تعطيني مئة وخمسون ديرها أول خوال الإبن الثالث لنحن نحسب المبلغ المبلغ يحدث عليه تنجيه الابن الاخير اول شيء اضغط 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 إذن سفر ناقص سفر سفر خمسة ناقص اثنان ناقص ثلاثة اثنان واربعة ناقص واحد هي اربعة ناقص ثلاثة هي واحد إذن الثالث خاد مئة وعشرون درامر إذن هاتش اللي عندي بالنسبة للأنشيطة ديال الصفحة ستة وتسعون وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله تعالى